السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على خناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والليلة التانية من كارثة هزمت الزمالك من الاهلي في نهاية كاس مصر بنتيجة 2-0 عن طريق اقدام ابننا السابق الاكس بتاعنا ابننا السابق امام عشور للأسف وحاجة تحصر كلما تشوفوا بتشيرت النادي الاهلي واي زمال كوي يقولك انا مزعلان ان امام عشور راح الاهلي كفاية هبد وتقريبا الجن كان جاي في الـ 84 فدي حاجة سيئة اكتر وتقريبا افشا جاب جن القضية ممكن التانية يوم الجمعة وحاجة عذاب المباراة بتاعة انبارح دي يا جماعة لو مؤلف لو سيناريست كتبها لو اسامة انور عكاشة كتبها مش تمشي بالسيناريو ده يعني حاجة غريبة وعجيبة وطبعا طرق علينا بقى الناس المتميزين في التحكيم اللي يقولك كرة امام عشور افصايد وحط لك الورقة على الشاشة كده احد الكباتن الكبار يحط لك الورقة على الشاشة وقولك بس اهو خطة سلدر اهو معرفش اصلا ان في حاجة اسمها زاوية وفتحة زاوية والخط ده مش عيدل ده خط معاوج والانجل بتاعتهم يعني فما علينا يعني والتاني عبدالله سعيد حرق قلبنا كلنا وغطى الافصايد احلى كعب رجل في الدنيا ما شاء الله عليه يعني بجد الاهلوية حاليا كلهم بيشكروا في كعب رجل اووش رجل عبدالله سعيد اللي غطى الافصايد بتاع امام عشور واحمد فتوح ابننا الغالي ابننا الغالي بفكر المحمود علاءة في القضية ممكن اهيانا يا با يما اللي عمل اسست ما شاء الله يعني حاجة كانت في منتهى الروعة والحمد لله ان المطش خلص والمطش اللي او كان زاد عن كده وكمل كان زمان المطش النتيجة بقيتش اتنين بس بقيت تنة واربعة والحمد لله ربنا انقذناه بفضله عز وجل من هزيمة تاريخية والحمد لله عدت على خير يجي واحد يقول لي يا عم في كل الدع ايحنا عملنا مطش مالوش حل يا معلم بس انا عايز اسألك سؤال صغير بس هو الاستحواز اولين تقدم كرة حلوة في مباراة ده بطولة يعني يعني ده جاب لك بطولة ده جاب لك كس جاب لك حاجة ما جاب لكش حاجة وفي الاخر طبعا يعني الاهازيج والاغاني المعتادة من الجمهورين الجمهوري اللي بقول لك البيت بيضة 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 البيت بيضة ونعمل ليه الجمهوري زي مالك الناحية التانية بيقول مش عايز اقولي يعني في حاجات مش حابب اقولها اللي هو لابس احمر ما بحبش اقولي الكلام ده كله لان في حاجات فيها بعض الشتائن فانا بتكلم في العادي يعني فحاجات معتادة كلها يوم ايه بقى يوم الكابتن شيكابالا يذهب لجمهور الاهلي ويعمل له كده فلوس وساعات فلوس وساعات وانا بقى كابتن شيكابالا يعني بعد اذن سيادتك لو سمحت من فضلك يعني هو مش لازم كل مباراة مش لازم كل مباراة لما نخسر او نبقى وحشين مش لازم نعمل لقطة انا بكلمك والله بما يرضي الله بما يرضي الله اخوك زمالكاوي بص يعني قبن عن جد وبجيب لك من الاخر ومحدش هيقول لك الكلام ده مش لازم نعمل لقطة مش لازم مش لازم طب ها احمل ايه في المباراة دي ها لازم ها احمل لقطة عشان جمهور زمالك بقى يحبين اكتر كده اه بقولك زمالك شيكابالا وجه لهم افضل رسالة لجمهور الساعات ولا والرشوة بتاعت ايه بتاعت ايه يعني افهم علش فلوس ايه اللي حصل انت شايف ان المطش متفوت اساسي يعني واللي يقول لك اصلي لما تركي قال شيخ فرح في المدرجات الحكم شايفه قال اوبا ده كده ممكن ما يقبضنيش انا اعسيب الجون لا والله لا والله يعني الكرة افسايت الكرة مش افسايت الكرة جون الكرة جون ورسم خط الافصايت صح هتلاقي ان الكرة جون بما يرضي اللي انا معرفش اجمل ولا 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 حرك الفكرة الموسم اللي فات لما قلت لكم جون الاهلي كان افصايت والموسم اللي قبل لما قلت لكم كرة محمود محمود دي كانت مفروض اصلا ما تحسب شيء وكانت قصة كده وليل بما يرضي اللي جون الاهلي بتاع مام عشور جون مش افصايت رقم واحد رقم اثنين سمعنا اخبار ان شكبالا ممكن يتوقف اربع مطشط او تمام مطشط يعني رحنا للتحاد بكرة او سألنا التحاد بكرة او شفنا صراحة للتحاد بكرة قالك لم يصل الينا تقرير المراقب حتى الان ولا يوجد عقوبة لشكبالا ودنجا طب هو التقرير يجي امتى هتقول لي ايه ده وانت زمالكاو ازاي وعايز تعاقب شكبالا انا اقيل لك قبل كده ناس اللي متبعاني بقانهم سنين انا في الحق ما عنديش يوم مرحميني ما عرفش الاهلي ولا زمالك اعرف حاجة اسمها بمورد الله انت غلطت واثرت الجمهور او استفزيتهم بعقوبتك من اربعة لتمن مبارات طبقا لا يحقوا خمسين الف جنيه واي لعب في الاهلي او في الزمالك او في اي نادي يستفز الجمهور او يعمل عقله بعقل الجمهور يتوقف عادي ولا اي حاجة ودنجا دللقش كبالا ازيط اه انا دنجا دلحس انه يعني والله ومحبش اغلاطف حاجة بس اللي هو ايه انا ازاي اكسب ود جمهور الزمالك انت على ما تكتب على جوجل بليل كيف اقوم بكسب ود جمهور الزمالك نفعل مثل افعلش كبالا اعمل كده رح رحم اللوم كده وخاف ورجع اه نوقف ونقول جير انت ونخبط على تشيرت الزمالك نجيب جونه نبوس التشيرت واشعاف نعم اهودنك كان زمالكيه ومن امتى انا مهرفش والله العظيم تلات انا مش فاهم فسا كمان انا محبش لعب الاوفر يعني بتضايق او من اللعبة اللي بتأفور اللعبة اللي بتزيد اللعبة اللي بتغلط في زمايلا زي برضو ما اتطلع لما او عشور ميش يقال لك ومش احد لابست الخام تمانية ومش عارف اي كلام والله العظيم اي كلام والله اي كلام العب في الملعب يا معالم اكسب سيبك من هاري نصر مهر جمهور الزمالك صراحة الفرق بينه من اي جمهور انه هو بيفهم والله وجمهور الزمالك انت كنت قاعد معاكم التعمل تقول مفيش احسن في العالم جمهور غير جمهور الاهلي ولا انت عارف ان جمهور الزمالك طيبين احنا طيبين لما اي حد بقلنا كلمة لهم شوف الود كان بيهرب بالمطشاط زمان عشان يشوفنا في كاس عامل اندية كاس عامل اندية اش امرنا ما دخلناه المهم فاشكمال الغاية دلوقتي ما توقفش يا جماعة ولكن الاخبار بتقول واللايحة بتقول ان اتحاد الكورة مستاني تقريب مراقب المباراة ولو مراقب المباراة كاتب اصلا انشكمال عمل كده ولو مش كاتب تبقى اداية تانية شي كمال هتوقف من ربعة تمام مطشاط هو ودونجا وغرامة خبسين الف جنيه لكن حتى الان لم يظهر اي قرار رسمي اه اختفاء عبدالله السعيد اختفاء عبدالله السعيد مش اختفاء في ظروف غامضة اختفاء عبدالله السعيد اللي هو احنا يعني انا بس بس اسأل سؤال يا جماعة واللي هيجاو بالسؤال ده يعني هيكسب معنا لايك يعني هعمل له لايك على الكومنت بتاعه اكسبك اي طيب المهم اين كان عبدالله السعيد امس يعني اناس يألت لك هو المدير الفني خرجوا بدري خرجوا عشان بيه نن بادري يعني ممكن ده ده احد الحلول واحد قالك عبدالله سعيد كان في جيب السليه ما بішواوا اش رشروط السلائه ما فوش جيب واحد قالك عبدالله سعيد ما لعبش لعبش امبارح لكن يجعن عن لعب شفت رقمه شفت رقمه في التشكيل اين هو عبدالله السعيد قالك لص يسترى مدرد بكتفه مكتفه زيباح بل لا بكتفه في مركزه ادي له حريته و ادي له مركزه و هتعرف عبدالله سعيد ده هو مين يا باشا ثاني و ثالث و رابع و بقولها أنا شايف يعني أنا كل الدعم شكل ما دي بتعجب الناس كل الدعم لإدارة نادي الزمالك الحالية في كل الملفات إلا ملف كرة القدم اللي بيسقوه بمنتهى الغلط من أول الصفقات للقرد اللي خادوا ربع ميش منها نشان خاطر يجيبوا صفقات جديدة بدل ما تسد عليك واللعبة اللي روحنا جبناها اللعبة نصها مبطل و نصها عجوز و نصها مفري و ما بيلعبوش أصلا مدير الفن احنا جيبنا عشان صفقات ببنى حكا بيلعب بصفقة واحدة لعبدالله سعيد و الباقي كل الفرقة القديمة ولا اي بتنجان رزع ارزع اضحك عالجمهور جبنا لكو عجر صفقات والجمهور يعيني بيصدق والله العظيم الحمد لله كابتن عارض عبدالعال بيقولك الاهل يصنع تاريخه بالمجملات او بالهدايا او بالبتاع و يعني والله يا كابتن مش لاقي رد اقوله مش لاقي حاجة اقولها لك تاني يعني انت راجل امبرح لسامت تخطر افصيد بالورقة يعني اقولك ايه طيب و قالك اهو الكرة مش جونة اهو يا كابتن في حاجة اسمها زوية رؤية للفار تقاص بطريقة قياس هندسية معينة وليها برنامج معين في ناس مهندسين قعدوا عليه سنين عشان يطلعوه فلو البرنامج بمنتازه راح عليك تحطيلي ورقة على الشاشة وتقول لي افصيد ما كانوش عملوه كرة جونة كابتن كرة جون وربنا يهدينا جميعا كان مع اخو كسريق عمر عاطف خناص صفحة صاحب الكرة شوفك ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم